اللي لفت نظري في حسين مش جماله خالص اللي لفت نظري فيه الطريقة اللي كان بيتعامل معي بيها دي حقيقة يعني احنا اشتغلنا في مسرحية سوا وقعدنا سنتين بعد السنتين دول اتجوزنا السنتين دول حسين كان بيتعامل معي بشكل وبيعمل حاجات علشاني انا ما شفتش شاب يعني ناس تقول اصل الرجل كبير عنك انا ما شفتش شاب في سني او اصغر مني بيتعامل معي زي ما حسين كان بيتعامل معي كان بيحبك كان بيغير عليك بيخاف عليك عايز يرديك كان بيحبني جدا دي حقيقة ما نكرهاش أبدا وأنا كنت بيحبه جدا وكان بيغير علي جدا أكتر ما أنا بيغير عليك كتير دي غريبة بقى ليه غريبة؟ معك حسين فهمي ما بتغيريش عليه أو هو بيغير أكتر؟ لأنه هو كمان أولا أنا عارفة طبيعته أنا فنينة فعارفة طبيعته أن كل المعجبات اللي حاوليه والناس على فكرة تترمي في حضن وبنات تترمي في حضن ويتصوروا معه أنا عارفة كويس قوي أنه هو بيحترمي وطول فترة جوازنا عمره مخني ودي حاجة قلتها في كل البرامج اللي طلعت فيها